مع استمرار تبعات الصدمة النفطية وتقلص الاستثمارات العمومية فإن مناصب شغل المتاحة باتت شحيحة وضع تعكسه أحدث الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية للتشغيل التي سجلت ما يزيد عن مليون واربعين ألف طالب عمل خلال ثلاثية الأول من سنة الجارية ما يمثل زيادة بحدود الرابعة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة الماضية في سنة 2016 يعني ربع أشهر الأولى من سنة 2016 سجلنا مخزون مليون واربعين ألف طالب عمل يعني لم تمكننا لحد ساعة من تنصيبهم وسجلنا أيضا أكثر من مئة وثمانين ألف عرض عمل وتنصيب مئة وثنين وثمانين ألف طالب عمل في الاقتصاد الوطني بصفة عامة إذا كان قارننا هذا الرقم برقم اللي تسجل في نفس الفترة بالسنة الماضية لاحظوا أنه فيه يعني ارتفاع بحوالي 24% في الشق الاقتصادي حققنا حوالي عشرين ألف تنصيب وفي إطار سيتي عقد العمل المدعم حققنا أكثر من 12 ألف تنصيب هذه الأرقام يعني وهذه الأرقام هذه يعني مرشحة أنها يعني تطور من نهاية السنة خاصة فيما يخص التنصيبات الهدف تعناه هو يعني الوصول إلى حوالي 350 ألف تنصيب في الاقتصاد عند نهاية السنة أرقام الجهاز الحكومي المكلف بإدارة طلبات التشغيل بالجزائر تشير إلى تسجيل أزيد من 77 ألف طالب عمل لأول مرة على مستوى الوكالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة الجارية طالبي العمل يسجل على مستوى الوكالة نجب أن يعرف المواطن أنه كل جزائري يمكن أن يسجل على مستوى الوكالة سواء يعمل أو لا يعمل إذن في مليون و40 ألف طالب عمل عندنا 77% منهم هم طالبي عمل لأول مرة يعني عمرهم لا خدمه عندك 20% منهم هم طالبي عمل سبق لهم أن يفقدوا مناصب العمل يبقى فيه 3% هذو 3% هم جزائريين مسجلين في الوكالة ولكن يعملوا ويبحثوا عن منصب عمل آخر ما هو السبب؟ الأسباب متعددة ومختلفة في بعض الأحيان يتقرب مثلا من السكن في بعض الأحيان لصعوبة المنصب في أحيان أخرى مثلا يمكن أنه يحب يغير منصب العمل لأسباب مالية لتحسين مثلا الأجراء وفي أسباب أخرى هذا وتطمح إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل على تنصيب 350 ألف طالب عمل بنهاية السنة الجارية مع التركيز على محور محاولة استمالة الناشطين في السوق السوداء للدخول في القنوات الرسمية للتشغيل